بسم الله الرحمن الرحيم صلاة التطوع من صلاة التطوع صلاة الترويح وتشرع لها الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلىها جماعة فصل بالناس في رمضان ثلاث ليال ثم تخلف في الثالثة أو في الرابعة وقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن تفرض عليكم ثم بقيت الأمة لا تقاموا فيها صلاة الترويح حتى جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الناس على تميم الداري وأبي بن كعب والمراد بصلاة الترويح هي قيام الليل في رمضان وسميت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام في صلاة الترويح ويطيلون الركوع والسجود فإذا صلوا أربعا استراحوا ثم استانفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطورهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطورهن ثم يصلي ثلاثا وإن صلى ثلاث عشرة ركعة فلا بأس في ذلك وإن صلى أكثر من ذلك وأوتر بواحدة فالأمر فيه السعة والحمد لله من صلاة التطوع الوتر والوتر أقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما جاءت به السنة وأدنى الكمال فيه ثلاث ركعات وأما حكم الوتر فهو السنة مؤكدة ومعنى السنة مؤكدة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليه في سفره وفي إقامته فلم يتركه صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء أنه واجب وقته بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر سواء كان صلى العشاء في وقتها أو صلاها جمعة تقديم مع المغرب فإن وقت الوتر يدخل من حين يدخل وقت العشاء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر كيفية صلاة الوتر كيفية صلاة الوتر أن يصليها مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ويؤتر بواحدة أو أن يؤتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بما شاء ثم يجلس في آخرها قبل الركعة الأخيرة فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يؤتر بها ويتشهد ويسلم ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يؤتر منها بواحدة وأيضا في لفظ يسلم بين كل ركعتين ويؤتر بواحدة يعني يصليها مثنى مثنى فيجوز ذلك فيجوز هذا مثنى مثنى ويجوز الوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع كل هذا جاءت به السنة فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فذلك حسن بماذا يقرأ في الركعات الثلاث الأخيرة في صلاة الوتر؟ قالوا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الوتر الأخيرة بالإخلاص حكم القنوط في الوتر ومكانه حكم القنوط في الوتر سنة والقنوط يطلق على معاني منها الخشوع كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين وكذلك الدعاء وهو سنة القنوط في الوتر سنة وهذا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد وقالوا أنه يسن أن يقنط في الوتر في كل ليلة ويقنط بعد الركوع من الركع الأخيرة واستدلوا على ذلك بحديث أخراجه ابن ماجه بسند ضعيف لكن حسنه بعضهم لشواهد تشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الوتر فهذا دليل على سنية الوتر وقال بعض العلماء لا يقنط إلا في رمضان لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حد صحيح في قنوط الوتر والإمام أحمد يرى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء وإنما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقنط في الوتر وإنما يصلي ركعة يؤتر بها ما صلى قال ابن عثيمين وهذا هو الأحسن القنوط في غير الوتر قالوا القنوط في غير الوتر مكروه إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام في الفرائض إما بعد المغرب وإما بعد العشاء وإما بعد الفجر والنازلة هي ما يحدث من شدائد الدهر بالمسلمين مثل لا سمح الله الفيضانات أو الزلازل أو الحروب مسألة القنوط هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع الأحاديث التي جاءت في القنوط والتي ذكرنا منها طرفا تدل على أن القنوط بعد الركوع من الركعة الأخيرة وهذا ما عليه أكثر العلماء فإذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة وقال ربنا ولك الحمد فإنه يدعو بما فتح الله عليه من الأدعية المشروعة وله أيضا أن يقنط قبل الركوع إذا أتم القراءة من الركعة الأخيرة فإنه يقف ويدعو الله عز وجل بما فتح الله به عليه من الدعاء المشروع ثم بعد ذلك يكبر ويركع ويكمل صلاته كل هذا جاءت به السنة هذا والله أعلم